اشتركوا في القناة كتير بيأثر أكتر من العنف البدني ويمكن هنعرف تفاصيل أكتر عنه نعرف أسبابه وإزاي ممكن اللي بيتعرض للعنف اللفظي ده يتعامل مع هذا العنف في أنه يغيره وفي أنه يقدر أنه يتصدلي لكن الحقيقة نهاردة نتكلم عن العنف اللفظي اللي بتتعرض له المرأة في البيت من الزوج أحيانا ومن الأبناء أحيانا في بعض الأحيان الأبناء بيتعاملوا مع الأم بعنف اللفظي بشكل أو بآخر جوه البيت إزاي ممكن نعرف أسبابه ونتعامل معاه إزاي ممكن نحد منه إزاي يعني كل ده صراحة نتكلم فيه نهاردة مع ضيفنا المنوار النهاردة في الستوديو الدكتور عاد المدني طبعا هو أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر سبعة خير يا فعندسي أهلا بيك إزاي يا دكتور عملي إيه رأيك يا دكتور في العنف اللفظي اللي يمكن دلوقتي بقت المرأة بتتعرض له كتير في البيت أحيانا من الزوج أحيانا من الأبناء بس في الأول يعني قبل ما يخش ونخصص الموضوع قوي لو تعرفنا بس إيه هو العنف اللفظي تفسيره إيه بالضبط وإيه أسبابه يعني هو العنف عمتا العنف ضد المرأة هو أي فعل يؤذي المرأة بشكل لفظي أو جسماني أو نفسي أو معناوي ومنه العنف اللفظي اللي هو هنا بتبقى ألفاظ يعني بتوجه إلى المرأة بتؤذي مشاعرها وأحيانا بتبقى مؤلمة أكتر زي ما كنت بتقولي من العنف الجسدي أو أي نوع من أنواع العنف لأنه إحنا عندنا في التراصنا الشعبي يقولك ده كلامه يسم البدن أيوة صح كلمة معروفة أوي يعني فبالتالي هو هنا الكلام بيسم يعني ما هواش ما هواش مجرد حاجة بسيطة والعنف هذا الكلام ممكن يجيب أمراض أحيانا بالضبط وإحنا عندنا بنلاقي إنسان بينتحر إنما عمرنا ما لقينا بقرة تنتحر لأن البقرة ما فيش كلام تفهمش كلام فبالتالي الكلمة ممكن تقتل الإنسان يتصل إلى القتل يعني أو يتصل إلى أن يقتل نفسه أو يموت نفسه بتبدأ الحقيقة من ممكن بين الزوجين مش بمجرد أو مش بتبدأ بالشتيمة ممكن تبدأ بالتحطيم يعني الزوج يمجه للزوجة مثلا إذا أنت لا بتعرف تطبخي ولا بتعرف تعملي مش عارف إيه وده شيء ده اللي عامله يعني حتى الكلام البسيط ده اللي هو ممكن من وجهة نظر الرجل إنه هو يعني ده بيعلق بس مجرد تعليق صغير على الأداء جوه البيت لأ ده ممكن يوجع بقصة لكن عندي واحدة بتقولي إن جوزي بينتقدني في كل شيء حتى مرة ومشي فوقعت فرجليها تلوت فبقول لها إيه ده حتى المشي مش عارفة تمشي يعني مجرد مستفز يعني رزوج مستفز بصراح وده نعمل فيه يستاهل إيه ده بالضبط عشان يتعلم الأداء الصحة فهو يعني بيبدأ بتحطيل المعنويات بأنه أنا بحسسها أنه ملهاش إيمة أو ما بتعفش تعمل حاجة فثقتها بنفسها بتقل وبتروح خالص وتصل إلى إنها مش مرضية للآخرين ما لهاش نفع فتتحطم نفسية المرأة هنا وبتخش فيها حاجات بتدقى بعد كده الشتيمة الألفاظ بقى المستخدمة في الشتيمة أحيانا بيبتدي بردك الشتيمة بتبقى درجات الشتيمة لها هي ثم تطور إلى شتيمة بالأب والأم يعني وهكذا كل ده بيبقى عم في لفظي يوجه ليها سواء الانتقاد على شكلها أحيانا على طريقتها في الكلام طريقتها في اللبس أي حاجة هتقبله بقى ده يعني هو السمو تخصص إذاء لفظي بزرط طب وده أسبابه إيه بيرجع للتربية دكتور من البيت اللي هو كان جاي منه ولا ده بيرجع للضغوطات النفسية والعصبية اللي واحد بممكن أن يجعل شيئا عاوزين نتطفق أنه ما فيش مبرر للعنف إنما فيه أسباب عشان نتلاشاها مش إن إحنا بنقول أسباب يعني إنه والله الست اللي كده أو الراجل كده يعمل عنف لا ما فيش مبرر العنف لا يبرر إنما إحنا عندنا بأنه نتكلم عن الأسباب نتكلم عشان إزاي نواجهها أهم الأسباب اللي هي التربية إنه التربية منذ الصغر الحقيقة إحنا مجتمع زكوري مجتمع زكوري بيربي الولاد بشكل معين والبنات بشكل معين بيربي الولاد على إنه هو سيسيد إنه هو فيدي كل حاجة ومن حقه يضرب أخته ومن حقه إنه هو يشتمها ومن حقه إنه يشدها من شعرها ومن حقه ومن حقه ومن حقه وإنه أخته عليها إنها تسمع الكلام وإنه الأم بتقول اللي بنتها أو يعني اللي تضربت من أخوها ولا بتاع لأخوكي بيحبك وعارف نصلحتك فبيعمل كده فبتشاور لها أنه اللي بيحبها ممكن ينتقدها وممكن يجتمها وممكن يضربها لشان كده بتقول ضرب الحبيب زي أكل الزبيب يعني أنه بتقبل دي نقطة مهمة جدا وبالتالي يطلع الولد أنه شايف أنه لو أنا بحب الآخر ممكن أهزأه وممكن أجتمه هو والآخره وبيدي قيمة من وجهة نظره أن المرأة أقل يعني تعزيز الكرامة النفسية أو تعزيز الشخصية عند البنت من وهي صغيرة ده بيفرق معنا كثير لما بتكبر وبيكون عندها حرية التعبير ده الأساس ده الأساس أنه أنا حتى ما هزأش بنتي ولا أضربها لأنه لما بهزأها وأضربها أنا بعلمها الإهانة بعلمها قبول الإهانة فهتقبل الإهانة من جزها لأنه واحدة مثلا قالت لنا أنه والله أنا دلوقتي أحسن رغم أن جزها كان بيشتمها ويضربها وأنه أنا أحسن ليه؟ قالت لنا أن أنا كنت بيت أبويا بتضرب من أبويا وأخويا هنا بتضرب من جزي بس فبالتالي بتشوف يعني قبول الإهانة وقبول الحاجات دي إزاي أول حاجة التربية تاني حاجة الضغوط الاجتماعية اللي ممكن بتدي ساعات ضغوط للزوج ما بيعافش ينفس غيرت في حتة معينة فحيانا دي اللي بتقف سكيته يعني وده الأكتر يعني دكتور هل بتشوف مسؤالين في بعض هل بتشوف أنه الناس اللي بتتعرض دايما لتربية مميزة للرجل وأن هو من حقه يعمل كل ده ده بيكون أكتر الرجال لما بيتجاوز بيبقى عنده لفظ عمف لفظي وهل ممكن ده يؤدي في الآخر للطلاق يعني ممكن نهاية الحياة تحصل ما بين أي اتنين زوجين لأنه لمجرد أنه طول الوقت طول الوقت في إهانة لفظية أو في عمف لفظي هو الحياة طبعا يعني يعني بيحصل ده إنما بيحصل متأخر لأنه المجتمع اللي حوالين المرأة بيضغط عليها جامد يا شيخة ده كلمة وفلتت منه يا شيخة أستحمليه راجل في حالة غضب يعني قال كلمة هتلزق شتيمة هتلزق يعني ما أنت خلاص بقى يعني في الحكاية دي وخلاص هو راجل طيب وخلاص بيصرف عليك ولا بيعمل يعني فبيضغط عليها في النهمة تطلقش هتسيب عيالك عشان جوزك شتمك مع أنه بالعكس لو المجتمع سمع أنه المرأة هي اللي علت صوتها أو أهانة الزوج فإنه لأ هنا لازم يكون في وقفة كبيرة جدا 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 بالضبط لأنه هذا التمييز اللي احنا بنتكلم عن لأنه هناك تمييز منذ الصغر في تربية البنت وتربية الولد وهذا التمييز هو اللي بيؤزينا اجتماعيا بمعنى المجتمع كله بيتخلخل لأنه مش مسألة مرأة هي مسألة رجل ومرأة يعني مسألة علاقة إنسانية لما تبقى قوية وصحيحة المجتمع هيبقى قوي وصحيح لما تبقى الست قاعدة في البيت عشان ملهاش ملجأ تاني الست قاعدة في البيت عشان محش بيصرف عليها الست قاعدة في البيت يبقى الأسرة مخوخة وبالتالي المجتمع يبقى مخوخ وطبعا من الصعب إن احنا نرصد الحالات اللي ممكن تكون بتحصل لأنه فيه ناس كتير ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده أو بتوفش يعني الأسرار دي وتقول إن هي بتتعرض لعنف لفظي في البيت ولكن حاليا بتشوف إنه الأجيال اللي فاتت كانت أكتر أو المرأة في العصور القديمة كانت بتتعرض أكتر للعنف اللفظي من الأجيال بتاعت دلوقتي ولا الاتنين سواسية يعني إحنا عندنا تقريبا دراسات حالية بتتكلم على إنه كل تلت ستات منهم واحدة بتتعرض للعنف ده يعني يعني يعتبر عدد قليق عدد كبير قوي قوي فبالتالي الدراسات دي بتشير لأن الحكاية كتير سير جدا بين كل تلت مش كل عشرين كل تلاتة بيتعرض واحدة منهم للعنف اللفظ ده كتير وبالتالي ده معناه إنه 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 الحكاية على الأقل دلوقتي زيدة أو في في عصرنا الحالية ممكن زمان ما كانش بهذه الزيادة يعني إزاي المرأة ممكن تتعامل مع العنف اللفظ من الأول هنخاص بقى من قبل زوجها وبعدين نتكلم بقى إنه الجديد إنه أحيان الأولاد كمان بيمارسوا العنف اللفظ ضد الأمر إنه أولا المرأة لازم بتبقى عارفة فين لغاية فين هي هي في النقاش ممكن توقف النقاش يعني لازم تبقى عمدها حساسية إنه أنا بتناقش مع جوزي لغاية حتة مع عين هنحوقف النقاش وقفوا عشان ما يعلاش ويبتدي يتقلب إلى خناقة سواء حيبقى فيه استخدام لفظي أو استخدام يدوي أو أي حاجة ضدها إنما لحد معين ويبتدي يبقى فيه اتفاق أنا هخش قطي ونت هتخش قطك أنا يعني ما نصعدش النقاش إلى يتقلب إلى خناقة يتقلب إلى العصبية وهو لازم كمان أبقى عارفين يزوج وزوجة إيه الموضوعات اللي فيه حساسية في النقاش يعني هل لما مجيب سلت والدته بيبتدي يتعفرت فلازم الموضوعات اللي أنا عارفة إنه فيها فيها حساسية زي هذا في النقاش لازم أبقى وغدا بادي كأمرأة إن أنا أفتحها في حدود معينة أفتحها بطريقة معينة أفتحها من غير انتقاد أستردم يعني أبقى وعية هو دكتور أسلام ممكن نتفق على حاجة زي دي ممكن أي زوجة وزوجة عضو يتفقوا على الكلام ده إنه لو سمحت لما نيجي نختلف ما تهنيش ما تقوليش كلمة دايقني ما تقوليش كلام جارح ولا الرجل اللي بيبقى عنيف أصلا ما بيسمحش لقعدة الاتفاق دي لا هو الاتفاق ما بيكونش على الكلام الاتفاق بيكون إنه لما نزعل أوي أو لما نشوف نفسينا هنغضب ممكن كل واحد يروح في قوضة شوي فليه لأنه أحيانا ما بقاش في اتفاق فتها تقوم تسيب المكان وتروح تقعد في قوضة يروح وراها أو يشوف إنه إهمال إنت بشير تقضي عليها فيعتج عليها بالضبط إنما يكون فيه اتفاق أنا عصابي خسرانة فهنروح للأرضة التانية أو هو يقول أنا عصابي هتفلت هنروح للأرضة التانية وهي ما تروح وراها ما تستفزوش ولا هو يروح وراها ويستفز ذهب يعني يبقى في الاتفاق منما وانس إنهم هتخنقوا ما بيتحكموش في الكلام فمنفعش داخل الخناء يقول نحن نتخاني بس مش هنشد شعر بعض بس باتفاق وإحنا ماتفقين طبعا نتخاني يعني نشد شعر بعض ونعمل أي حاجة وفيش فيها طب وإحيانا كمان الأولاد دلوقتي بنشوفهم ممكن يعريق يعني يوجهوا كانان في شوية عنف شوية فيه ممكن جرح أو إساءة أو إهانة للأم هل هي بتسمح لهم بدأ ولا دأ إيه الحقيقة طبعا أكتر بيبقى موجود لما بيشوفوا النماذج لما بيشوفوا النموذج بتاع الأب أو نموذج الأم إنه فيه شتيمة أحيانا بتبقى فيه شتيمة أو عنف لفظي من الأم تجاه الأب فالولاد بيتعطفوا مع الأب فبيبتدوا يبقوا يطلعوا عدوانية على الأم أو العكس إنه فيه من الأب على الأم فبيتعطفوا مع الأم فيبتدوا يعني يستخدموا نفس الألفاظ أيها نفس الحكاية فأكتر هي القدوة يعني أول هي القدوة إنه لو في قدوة في البيت عنف حتنتقل للأولاد وإنه إزاي يبقى يبقى توقفوا لازم تجيب الولاد أو البنت وتتكلم معه كشخص وكذا وكذا ودي ما تنفعش تتقلل الأم لأنه دينيا هي كذا اجتماعيا هي كذا يعني نتكلم عليها وده مهم الحقيقة إنه نعلم أولادنا إنه نحن نقدر نعترض على الآخر بطريقة كويسة يعني الاعتراض مش مشكلة إنما الطريقة هي المشكلة بطريقة راقية مش بطريقة جرحة أو فيها إساءة وده اللي ربي ناس يقدروا يعترضوا حتى في المجتمع بس بطريقة كويسة يعني الاعتراض ما فيهوش مشكلة إنما الطريقة هي اللي بيقى فيها مشكلة لكن المرأة المصرية يعني العربية معروف قوي هي دايما بتسيب حقها شوية يعدي في الحكاية دي لكن لو حضرتك بتتكلم عن مستوى كبير من السيدات اللي بيتعرضوا للعنف هل بعد فترة من وفقتهم على ممارسة من الصعب إنهوما يقدروا يعترضوا بعد فترة بيبقى بيبقى صعب لإنه هو في العادة أولاً في عندهم مفاهيم خاطئة بتسمح يعني بيوفقوا فيها على الضرب حتى يعني إحنا عملنا دراسة كانت على 15,006 متعلمين ومش متعلمين ومن قرى ومن المدينة ومن آخر وسألناهم سؤال هل يحق للزوج ضرب زوجته ف85% قالوا كان الردق 25% ونما سألناهم ليه ابتدوا يتكلموا على إنه الدين قال كده اللي عادت قالت كده الطبيعة مش حارف إيه ومفاهيم خاطئة وصلهم فبالتالي بيرددوا أو يستمروا في هذا بدون فهم وبالتالي لازم تغيير شامل في المفاهيم السقافة المجتمعية الخاطئة وطبع بيبقى بيزهن في الإعلام طبعاً بشكل كبير والإعلام الموجه للطبعات بشكرك جيداً دكتور عادل على وجودك معنا النهاردة دايماً بنستفيد من حضرتك وإن شاء الله المرات القادمة لنفتح مواضيع عطر نتكلم فيها شكراً لحضرتك مشاهدينا كان معنا الدكتور عادل مدني هو أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر كلمنا عن العنف اللفظي اللي بتتعرض له المرأة في البيت سواء كان من الزوج أو أحياناً من الأبناء هنتبكوا مع فوصل ونرجع مرة تانية ولسا مكلميني مع بعض ترجمة نانسي قنقر